الساحل عاجل كودفوار أقوى من الفرق كلها بس بلعيبة مغرورة كودفوار بعد ما كذبوا الجزائر نازلين مغرورين طيب بالمناسبة مباراة السنغال سواء في كاس الأمور الأفريقية أو حتى المباراة الأولى والتانية في تصفات كاس العالم اتقال انه انت ليه ما كانش عندك رضة فعل هجومية مباراة الزياب كنت بسجل هدف انت ما تسجلي التاني وانت في الكاهرة وسجلي التالت انت سجلي سمعتم طبعا وانحنا كنا نتمنى ده والمباراة العودة انت دخل فيك جون طب كان فين رد فعلك بعد ما دخل فيك طب فيه رد فعلك في الشوت التالت والرابح زيزو ضايع كرتين ومروان ضايع واحدة لكن انا بشوف ان احنا التالت متشاط قدناهم بشكل كويس كسبناهم واحد وكسبونا واحد وبعدين ضربات الترجيح اللي هي خمسين خمسين كان لازم طبعا اقل اقل اللي ان المنافس قوي جدا جدا يعني لا مفيش عنترية ومفيش فتحة صدر بس انا اللي وصلت له بالواقع ده حاجة حاجة كبيرة يتبيني عليها للجاية انتو اخب بالك انو بقى فيه ثقة انك بتلعب كل النجوم دي وبقى وبقى وصلت معهم لضربات ترجيحة يعني في النهائيتين النهائيين وصلت لضربات ترجيحة الشكل الخططي بتاعنا كان شكل محترم وحتى احنا قلنا وفي السوداءات والكلام ده كله عادي مسلسات بتتعامل حلوة دفاعية وفيه شغل حلوة تكتك بتعامل فيه حاجات واضحة فيه شخصية واضحة وفيه شغل فني معروف ايه اللي بيحصل حتى لو مش عاجبك ومش ممتع بالنسبة لك وش مفوش كلها ممتعة بس انت فاهم اللي بيحصل فيه تحفيز حاصل في الملعب بشكل كويس بس فيه بقى التفاصيل المهمة نيجي نستلم ونسلم بنتخض نيجي نطلع بالكرة فيه اوقات مش كل الاوقات حصل ماشي نيجي نطلع من الكرة نا مش ماشي حصل حصل انا بقولك اه نيجي نطلع بالكرة من الملعب الدفاعية مش عارفين نطلع بالكرة متحصرين مش عارفين نوصلها للناحية الهجومية في المقابل المنافس اللي بيلعبك كل حاجة سهلة كل حاجة مش بقولي نوو بيوصل لك بسرق قوة لكن برضو كان فيه توتر زيادة مم ليه وكان كان حرص على عدم انه بيدخل في الجون وانتنيق يعني انت فاهم كان فيه حرص عشان كده انا بقولك ريئتنا في الفترة دي كانت تباني انها دفاعية اكتر كانت واخدى الوظائف الدفاعية اكتر مم لكن انت ما تقدرش تدي الجرعات كلها مرة واحدة مع منافسين احنا لعبنا خمس منافسين الاقوية مم واخد اتنين في بطولة العرب دزايرو وتونس صحية فالمرحلة دي المرحلة اللحقة بقى مش عايز اقول كان لانه خلاص الموضوع انتهى هي تقسيمة الكرة تقسيمة العمل بدعا كرة القدم اللي بيحتاج وقت كده انت جاي بتبني شخصية المنتخب بتبني بعض الانتصارات وصلت الانهائيين كانت حاجة جيدة لانه خب بالك انت كنت عايش انت هنا في مصر واحنا في الكاميرا يعني انا سمعتها حتى من الاعلاميين احنا مش عايزين اكتر بعد ما انتش كنت دفور احنا كده الحمد لله كده مية مية الحمد لله انت عملتوا اللي عليكم جدا عديت المغرب لأ خلاص بقى وعملتوا بطش حلو اوه ده من المغرب انتوا عديتوا دفاعين وهجومية عديتوا البلد المنظم كمان؟ لا بقى احنا عايزين بطولة بقى ما هنفعش انتوا اللي عاشمتوا فابتدى التغيير احنا اللي عملنا ده صح اللعيبة اللي عملت ده صح تغيير النغمة من انك تطلع وانت راضي من دور التمانية او من دور الاربعة او من دور ستاشر انك تطلع وكل الناس راضية بهذا بدا الى انك لازم تاخد البطولة اصلحنا في 2006 ارجع فوقعنا في المشاكل الجدلية وانا في المشاكل الجدلية فعايز اقولك ده التحليل المنطقي اللي انا اتكلم عليه